موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من برنامج كوشك الصحافة نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته المواقع الأخباري اليمنية والصحف العربية الصادرة لهذا اليوم حيث نبدأ مشاهدين من موقع عدن الغد والذي عنونا في صفحته الرئيسية حول أحداث الصولبان هجوم الصولبان يصلط الضوء على شتات الأجهزة الأمنية بعدن وقالت التفاصيل يصلط هجوم دموي وقع أمس الأربعاء واستهدف معسكر لقوات من الجيش والأمن في مدينة عدن الضوء على حالة الشتات التي باتت تعاني منها الوحدات الأمنية في المدينة التي تحررت قبل عام من قبضة القوات الموالية للحوثيين وصالح وقال الموقع أيضا عرف المعسكر لسنوات مضت بأنه معسكر قوات الأمن المركزي أحد أبرز القوات الأمنية التي اتسمت بقبضتها الأمنية الشديدة لكنه مع انتهاء الحرب تحول إلى خليط من معسكرين لقوات الجيش والأمن ورغم طلاصق جدران المعسكرين إلا أن أي من قيادات هذين المعسكرين لا يملكان معلومات وافية عن القوة المجاورة ونشاطها الأمر الذي منح الأطراف المناوئة فرصة مهاجمة هذه القوة مع التأكيد بأن قوة أخرى ما قريبة لن تملك قدرة التدخل ويتابع الموقع باتت في عدن عدد من المعسكرات الضخمة التي تحوي الآلاف من الجنود الذين يلبسون ملابس متشابهة ويركبون سيارة متشابهة أيضا لكن أي من هذه المعسكرات لا تعمل بالتنسيق مع المعسكرات الأخرى وعن معركة أمس يعلق عدن الغد بدأ المشهد مرتبكا لذلك استمرت عملية تحرير المعسكر لساعات في حين كانت يمكن لتوفير معلومات وافية عن المعسكر أن تسرع في عملية تطهيره من العناصر المسلحة والأحداث الأخيرة في عدن أيضا تناولها موقع المنظر أولاين وعنوا بيان مقتل ستة أو ستة مدنيين مقتل ستة إرهابيين وثمانية من أفراد الجيش والأمن في عملية استعادة معسكر الصولبان بخور مكثر وتقول التفاصيل أيضا عن مصدر أمني في قيادة قوات الأمن الخاصة عدن لحج أبيان إن ثمانية أفراد من قوات الجيش الوطني والأمن الخاضعة قتلوا في عملية استعادة معسكر قوات الأمن الخاصة بمجمع الصولبان العسكري فيما قتل ستة من الارهابيين الذين هاجموا المعسكر وأضاف المصدر في بيان صحفي تلقى المصدر أولاين نسخة منه أن قوات الأمن الخاصة تمكنت بمساندة من الجيش الوطني من استعادة السيطرة على معسكر قوات الأمن الخاصة بمجمع الصولبان العسكري بمدينة خور مكثر بالعاصمة عدن من تنظيم القاعدة الإرهابي وذلك عقب هجوم إرهابي شنه مسلحون من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي بسيارة مفخخة تم تفجيرها أمام بوابة معسكر قوات الأمن الخاصة وتمكنت بعدها سيارة أخرى فيها عدد من المسلحون من دخول بوابة المعسكر والتمركز فيه لساعات ويتابع الموقع أيضا قبل أن تتمكن وحدات من قوات الأمن الخاصة مسلودة بوحدات من الجيش الوطني وبمشاركة طيران الأباتشي من تصفية مسلحو تنظيم القاعدة الإرهابي واستعادة السيطرة على معسكر قوات الأمن الخاصة فرع عدن وإلى موقع يمن منتر والذي عنونا في صفحته الرئيسية يوم العيد أفضل الأوقات لدى الحوثيين والقاعدة لمهاجمة الجيش في اليمن الموقع قال في التفاصيل يتشابه تفكير مسلحي جماعة الحوثي مع عناصر تنظيم القاعدة بشكل كبير من حيث تخطيط وإدارة المعارك واقتناص اللحظات المناسبة لإرداء الخصوم ويتابع الموقع وكشفت الوقائع التي حدثت صبيحة أول أيام عد الفترة المبارك عن تشابه الجماعتين بدرجة كبيرة في مستوى التفكير بالانقضاض على خصومهم واستغلال الأوقات غير المتوقعة ففي وقت وكان مقاتل تنظيم القاعدة يسيطرون على معسكر القوات الخاصة في عدن عدن الصولبان بعد هجمات انتحارية أعقبها قص بقذايف الأربيجي كان مسلح الحوثي يحاولون السيطرة أيضا على معسكر اللواء 35 مدرع في تعز وجميعهما تحت سيطرة القوات الحكومية إلى موقع التغيير نت والذي عنون في صفحته الرئيسية وفاة والد اليمنية توكل كرماء وقالت التفاصيل توفى والد اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان في الولايات المتحدة الأمريكية وقالت المصادر الرسمية اليمنية بأن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبايد من دغر بعث اليوم برقية عزاء ومواساة إلى الحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان وأخوانها بوفاة والدهم عضو مجلس الشورى عبد السلام خالد كرمان الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض وأشار رئيس الوزراء إلى مناقب الفقيد وذلك من خلال المناصب التي تقلدها مشيدا بأدواره السياسية والنضالية في خدمة الوطن والجمهورية ودفاعه عن الثورة اليمنية وقيمها الوطنية وقال بالدغر أيضا لقد خسرت اليمن أحد حكمائها ورموزها القانونيين وهي في أمس الحاجة لأدواره وأرائه وعن ضرورة إدانة الأعمال الرهابية أينما كانت وفي أي توقيت كتب وزير الإعلام الأسبق علي أحمد العمراني وقال في مقاله المنشور في أكثر من موقع الإرهاب الذي ضرب عدن وصنعاء والمكلة وبغداد والقطيف وإسطنبول وجدة والمدينة المنورة هو ابن ذلك الإرهاب الذي ضرب منهاتن ومدريد ولندن وباريس وأورلاندندو وذهب ضحيته أبرياء من كل جنث ولون ودين الإرهاب لم يكن إسلاميا ولا مسلما ولن يكون ولكن من يفهم ويقنع أولئك الظالين بأن ما يقومون به ليس له علاقة بدين وأنهم وهم يرتكبون مثل تلك الفضائع ليسوا مسلمين إلا توهما والدعاء وكذبا وزورا وكيف يمكن إقناع الآخرين البعيدين بأن الإسلام وأكثر من مليار من المسلمين شيء آخر تماما وعالم مختلف عن هؤلاء الماريقين اعتداءات المدينة حاضيت بتنديد واستنكار واسع وشامل وهذا متوقع ومفهوم بعد اقتراب الإرهابيين من قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومسجده لكن يلزم دائما وأبدا التبرؤ من الإرهاب والتنديد به أينما حدث في الغرب والشرق وفي بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين بصوت واحد وموقف واحد ودعاة الدين المسلمون معنيون بذلك على وجه الخصوص قبل غيرهم والحق فقد ندد كثير من دعاة الدين المسلمين علنا بكل أنواع الإرهاب أينما حلت غير أن بعضهم يتجهل الأمر عندما تحدث أعمال الإرهاب باسم الإسلام في ديار بعيدة إلى محافظة لحج حيث عنون موقع عدن تايم في صفحته الرئيسية وقال قائد عسكري بمحافظة لحج يكشف عن ضبط مخزون من الدخار والأسلحة في حملة مداهمات وفي تصريح خاص كشف قائد فريق حملة المداهمات في الحزام الأمني في محافظة لحج حسين السعدي لعدن تايم أنه تم ضبط كمية كبيرة من الدخار والأسلحة نتائج حملة مداهمات شهدتها مناطق عدة من توبا لحج منها منطقة الحمراء وأوضح قمنا بعد ورود أنباء مؤكدة بوجود مخزون من الدخار والأسلحة تابعة للتنظيم القاعدة بمداهمة أحد المزارع واكتشاف كمية كبيرة من الدخار والصواريخ عمل على إخفاءها عناصر تنظيم القاعدة ومصادرتها مباشرة إلى منطقة الرباط وأضاف هذه الكمية الكبيرة من الدخار التي تم اكتشافها هي قليلة جدا وهناك كميات كبيرة يتم إخفاؤها وسنعمل جاهدين على اكتشافها ننتقل إلى موقع الموقع بوست والذي نقل جزءا من أجواء العيد في مدينة تعز المحاصرة وعنوان العيد في تعز احتفاء حزين على أطلال مدينة يخيم عليها الحصار والدمار ويقول الموقع في التفاصيل تخيم أجواء القاتمة والحزن بشكل غير مسبوق على السكان في مدينة تعز وهم يستقبلون أول عيد أو أول أيام عيد الفطر المبارك مع مواصلة ميليشي الحوث والمخلوع تشديد حصارها المفروض والقصف المستمر عليه منذ عام ونصف ويقول المواطن عبد الله أحمد للموقع بوست إنه لم يعش أجواء مماثلة أو مماثلة من الضيق لعيد الفطر طوال سنوات عمره حتى في أشدها قساوة لم أعرف عيدا لم يكن فيه أو زيارات بين الأهالي إلا هذا العام إنه أمر مؤساوي لأن تغيب كافة مظاهر العيد في ظل الحصار الخانق والقدافة التي تنهال فوق رؤوسنا من قبل الميليشيا وقبل مطالعة أهم ما قالته الصحفة العربية مشاهدينا الصادرة لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا نقف عند قضاياكم نصلد الضوء عليها بين قوسين نناقشها باهتمام ونبحث لها عن القلول هناك حدث وعناك أجندة وراء الحدث نحن في أجندة نحاول الكشف عن المسكوط عن الرأي والرأي الآخر فضاء واسع للنقاش فضاء حر تناقضة الواقع هي بضاعة الصخرية في برنامج ولا نقل أنا هنا زي زيكم جمهور يتفرق على المهازر السياسية ويضحك صدى كلماتكم في مواقع التواصل الاجتماعي كيبورد تواصل وتفاعل أحداث ورؤة وتحليلات بين المساء والمساء في المساء اليمني نتابع مستجدات اللحظة الراهنة وتطورات المشهد مواجهة للانتهاكات وتخليدا لضحايا وحفظا لحقوقهم من أجل عدالة قادمة ولا رأي لا استوحدك نعود ترحيبكم مشاهدينا الكرام ونصحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم والبداية من صحيفة الاتحاد والتي عنونت الزبيدي الخطوات متواصلة للنهوض اقتصاديا في عدن وتقول الصحيفة في التفاصيل نوها محافظ عدن اللواعي جروس الزبيدي إلى أن الخطوات متواصلة من أجل النهوض اقتصاديا بالعاصمة المؤقتة عدن وإعادة مكانتها عقب ما تعرضت له من دمار جراء حرب الميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية وقال خلال لقاء مع مسؤولي وقيادات شركة مصفات عدن لتكرير النفط أن مصفات عدن ساهمت بشكل كبير خلال فترة الحرب من خلال استمرار عملها في دعم جبهات القتال والمقاومة الشعبية في مواجهة غزو الميليشيات إلى جانب دعم المدينة من خلال استمرار توفير المشتقات النفطية حتى استنفذت مخزونها النفطي والمالي وأصبح موظفوها وعاملوها من دون رواتب منذ قرابة خمسة أشهر مؤكدا أن السلطات المحلية ستقدم التسهيلات الكافة والدعم اللازم بشأن إعادة تشغيل المصفة واستكمال المشاريع التحديثية إلى صحيفة الرأي الكويتية والتي عنونت أيضا القوات اليمنية تستعيد السيطرة على معسكر الصولبان في عدن وقالت التفاصيل استعادة القوات الحكومية اليمنية السيطرة على قاعدة معسكر الصولبان ومقر قوات الأمن الخاصة في عدن جنوب اليمن بعدما هاجمت المبنى الذي تحصن فيه مسلحون وتنقل الصحيفة ما قاله قائد القاعدة العميد ناصر السريع من أن قوات الأمن والجيش استعادت السيطرة على قاعدة أو على القاعدة بعد صدها للإرهابيين الذين قتلوا أو قتل عدد كبير منهم في المعارك ويضيف قوات التحالف العسكري العربي التي تعمل في اليمن لدعم القوات الموالي للرئيس عبد الرب منصور هادي ساعدت في استعادة السيطرة على القاعدة صحيفة عكاظ تابعت أيضا أحداث عدن الأخيرة وعنونت القوات اليمنية تطرد القاعدة من الصولبان وقالت التفاصيل استعادة القوات الحكومية اليمنية السيطرة على قاعدات عسكرية في عدن ينوب اليمن بعدما هاجمت المبنى الذي تحصن فيه مسلحون يرجح إنهم إرهابيون كما أكد قاعد القاعدة وقال العميد ناصر السريع قائد معسكر الصولبان مقر قوات الأمن الخاصة إن قوات الأمن والجيش استعادت السيطرة على القاعدة بعد صدها الإرهابيين الذين قتل عدد كبير منهم في المعارك وأضاف أيضا أن قوات التحالف العسكري العربي الداعمة للشرعية ساعدت في استعادة السيطرة على القاعدة دون أن يذكر أي حصيلة للخسائر البشرية إلى صحيفة البيانة الإماراتية والتي عنونت في إحدى صفحاتها تصعيد الميليشيات يغيب بهجة العيد في اليمن وتقول الصحيفة في التفاصيل للعام الثاني على التوالي تستقبل اليمن عيد الفطر المبارك في ظل استمرار تصعيد الميليشيات الانقلابية لحربها ضد الشعب اليمني وقصف المدن وحصارها ما جعل كثير من الناس في محافظات عدة يستغربون حين سؤالنا عن العيد وتتابع الصحيفة كيف يكون مشهد العيد أمام أحياء مدمرة وأسواق شبخ خالية ومحال مغلقة وأسر نازحة وفي كل بيت شهيد أو جريح هكذا يتساءل اليمنيون وتذهب الصحيفة إلى المدينة المحاصرة تبدو الأجواء في تعز أقرب إلى المأتم منها إلى أجواء العيد فهذا هو العيد الثاني الذي يأتي على تعز وهي ترزح تحت وطأة حرب ظالمة وحصار خانق ومعاناة غير مسبوقة في تعز المدينة المحاصرة وأكثر جوعا لا ملامح للعيد سوى أصوات الألعاب النارية التي يلعب بها الأطفال والتي يتداخل صوتها مع أصوات القصف وتنقل الصحيفة عن ناشط إعلام قوله ملامح العيد الحزين تقرأها في تفاصيل وجه طفل تبدو عليه علامات التعجب وهو يسمع المرة يتحدثون عن العيد يتساءل أي عيد سيأتي بلا أب وأي فرح ستأتي من دونه وتستدرك البيان صحيفة البيان حول أهالي المدينة تجاوز تستدرك الصحيفة صحيفة البيان حاول أهالي المدينة تجاوز الواقع المؤلم فترى بعض الحركة في بعض الشوارع والأسواق لكنك ترى من يدخلون هذه الأسواق يخرجون منها صفر اليدين بسبب عدم توافر المال وارتفاع الأسعار نتيجة الحصار الظلاميون والتنوير الغائب تحت هذا العنوان كتب وحيد عبد المجيد مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد وقال الكاتب العلاقة وثيقة بل شرطية بين أوضاع الدول والمجتمعات وحالة العقل فيها وإذا كانت هذه العلاقة ثابتة منذ مطلع العصر الحديث وواضحة في تجريبة انتقال أوروبا إليه فهي أقوى حاليا بسبب التداعيات المستمرة لثورة الاتصالات والمعرفة لم تتقدم دولة في هذا العصر إلا حين أشرق نور العقل فيها ولذلك أطلق على المرحلة التي شهدت أهم تطور في تاريخ الفكر الأوروبي في القرن الثامن عشر عصر التنوير وقد حاول بعض المثقفين العرب تنوير بلادهم وشعوبهم منذ بداية احتكاكها بالغرب في القرن التاسع عشر لكن الإخفاق ظل ملازما لهذه المحاولات لأسباب داخلية وخارجية معا لم تعرف المنطقة العربية عصرا متنورا بالمعنى الأوروبي وإن عرفت بعض النور في أوساط النخب الثقافية لذلك ظلت الحداثة قشرة على سطح مجتمعتها وبقي السطح عازلا أبقى العرب في الأغلب الأعم بعيدين عن التنوير العقلي وفي مسار الدول والمجتمعات كما يعلمنا التاريخ اتجاهان لا ثالث لهما أحدهما إلى الأمام والثاني إلى الوراء وحين يستصعى تحقيق التقدم لا بد أن يزداد التخلف لذلك لم تستطع البلاد العربية التي شهدت إرهاصات تنوير في القرن التاسع عشر أن تحافظ عليها فقد تراجعت العقلانية والحداثة التي ارتبطتا بتلك الإرهاصات أمام زحف التخلف الفكري والجمود الدينية ولم تقدر إرهاصات التنوير على مقاومة القوى صاحبة المصلحة في إطفاء نور العقل بخلاف ما حدث في عصر التنوير الأوروبي إلى صحيفة الخليج الإماراتية والتي عنونت العجز عن صرف الرواتب يصاعد السخط على الإنقلاب في صنعاء وتقول الصحيفة تسبب أو تسبب إغلاق البنك المركزي في اليمني لأبوابه أمام مندبي المؤسسات والمصالح الحكومية وعجز الآخيرة عن صرف الرواتب للموظفين في تصاعد أجواء الغضب والسخط الشعبي على تفاقم الأوضاع الاقتصادية واعتبر عدد من موظفي المؤسسات الحكومية بصنعاء في تصريحات متفرقة للخليج أن الحوسيين يتحملون مسؤولية عجز المؤسسات الحكومية عن صرف رواتب موظفيها كونهم يفتقدون للحد الأدنى من القدرة على إدارة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعاني منها البلاد وتضيف الصحيفة اضطرت العديد من المصالح والمؤسسات الحكومية الإيرادية إلى صرف إعانات مالية طارئة بهيئة سلف لموظفيها عقب رفض البنك المركزي صرف المستحقات المالية لتمكنها من الإيفاء بالتزاماتها الأساسية إزاء موظفيها إلى صحيفة العربي الجديد والتي تابعة الشأن السياسي اليمني وعنوانت الحكومة اليمنية ترفض بقاء البنك المركزي في قبضة الحوثيين وتقول الصحيفة في التفاصيل تحتدم المعركة بين الحكومة الشرعية في اليمن وجماعة الحوثيين للسيطرة على البنك المركزي وسط انتقادات من جانب الحكومة لدعم المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي بقاء البنك المركزي في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وبالتالي التحكم في الموارد المالية للبلد ويقول المسؤولون يمنيون إن صندوق النقد يقف حجر عثرة أمام محاولة السلطة الشرعية نقل البنك المركزي من صنعاء حيث كانت تتجه لنقله إلى العاصمة المؤقتة والبدء في تحصيل إرادات الموانئ والمنافذ والمطارات الخاصة أو الخاضعة لسيطرتها وتمويل برامجها مصدر مسؤول في البنك المركزي قال للعربي الجديد إن صندوق النقد يعارض بشدة طلب الحكومة اليمنية نقل البنك المركزي ويؤكد دعمه لاستمرار اتفاق الهدنة الاقتصادية بين الحكومة والحوثيين والتي تتضمن تحييد البنك المركزي عن الصراع وبقوة في صنعاء هون عليك تحت هذا العنوان كتبت عائشة الصلاحي مقالها المنشور في موقع يمن مونتر وقالت الكاتبة قال أحد الحكماء ملخصا حياتنا البشر يولدون يتألمون ثم يموتون كانت حكمة بالغة تختصر كل ما نمر به ثم جاء الكاتب الصاخر ماركتوين وأضاف تعديلا أعمق لتصبح البشر يولدون يؤلم بعضهم بعضا ثم يموتون الكثير من الجراح والألام نتسبب بها لبعضنا البعض والكثير من الفساد والمصائب نصنعه في أنفسنا وبمن حولنا لكن هذا لا يعني أن حقيقتنا يغلب فيها الشر على الخير فنحن كبشر لسنا مجرمين بالفترة بل نحن ضعفاء وأغبياء أكثر من كوننا أشرارا وكثير من الجراح التي نسببها لبعضنا البعض لم تكن بسبب الشر بل أغلبها كان بسبب الضعف والغباء والعجز الكثير من سوء أفعالنا اتجاه بعضنا كان سببه ضيق المكان وعسر الحال الذي قسم ظهورنا فعجزنا عن السيطرة على أنفسنا لنصطدم ببعضنا البعض بقسوة في تراجيديا متتابعة ومتسلسلة جوهر المشكلة يكمن في أننا لا نعلم هناك أسطار تحجب حياة كل واحد مننا عن الآخر إضافة إلى أن غالبية الناس لا تحسن التعبير عما تشعر وما تفكر لذا فكيف سنفهم ما وراء تصرفاتهم؟ إنها دائرة مفرغة من الإساءات والضباب والزحام وردود الأفعال العشوائية التي نعيشها يوما بعد يوم للأسف لذا هون عليك ولا داعي للتحامل كثيرا على من أخطأ بحقك فأنت أيضا لم تقصد كثيرا من الإساءات والألم الذي سببته للآخرين أليس كذلك؟ قد يتبادر إلى ذهنك السؤال التالي هل هناك طغيان وشر المقصود؟ نعم بالتأكيد يوجد لكن نسبته ضئيلة جدا ولعل هذا سبب شعور الجميع بالحزن والظلم فهم بطريقة ما مجرد ضحايا بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه وكل عام وأنتم بخير نتابع بعن مجموعة من رسوم الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر